اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شاهدات شوارع وميادين محافظة القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء التركة السريعة او الصحراوية او الزراعية صباح الاحد ظهور تباطؤ في حركة المركبات وكثفات متحركة للمركبات بشتى انواعي وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال الى اماكن عملي وايضا الطلاب الى المدارس والجامعات اثناء استقلال السيارات اعلى الطرق وسط متابعة لحظية لحركة السيارات الى الاوقات الدروة للزحام المروري على مدار اليوم بالكامل وايضا شاهد شارع الهرم الرئيسي ايضا كثافة مرورية يعني زي ما شفنا قدام حضراتكم شارع الهرم الرئيسي شاهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريطية ومنطقة المساحة وشارع العريش وايضا مذكور والطلبية بسبب انشاء خمس محطات متر انفاء والزام السائقين بالتوجه الى الطرق البديلة المحددة ايضا ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات في شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات عالية للمتجه الى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين ايضا ظهرت كثافات اخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء وانباب ايضا يعني على جوجل نابس كبري اكتوبر شاهد بعض الكثافات زي ما هنوضح لي حضراتكم على هذه الخريطة كبري اكتوبر شاهد كثافات مرورية للسيارات امام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وايضا كثافات اخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة احمال السيارات وكذلك الامر للمتجه الى مدان التحرير من مدان التحرير الى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا الى المنص وايضا ظهرت كثافات متحركة بشارع باسا العقاد والطيران ومدان ربع وصولا الى الدائر ايضا ضمن هذه الكثافات المرورية هيكون معانا مدان مصطفى محمود اللي شاهد كثافة مرورية وايضا شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة الكاهرة مع دخول الموظفين لجامعة الكاهرة بدءا من نزلة كبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات اعلى كبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من اعلى الطرق ايضا ظهرت على محور صفت لبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الامر بكبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط مدان النهضة وصولا الى اشارة بين سريات وشارع النيل السياحي وايضا شاهد محور عرابي كثافات متوسطة المتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين وايضا كثافات بمحيط كبري احمد عرابي بسبب الاصلحة ضمن هذه الكثافات المرورية كان نفأ الازهر واللي شاهد برضو يعني كثافة مرورية غير اعتيادية شاهد تباطئ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم الى مدان الابرة والعكس وكذلك الامر ظهرت الكثافات اعلى كبري اكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس يعني كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الارضي وشارع رمسيس وصولا الى غمرة والعباسية وبالمطالع ومنازل كبري اكتوبر وصولا الى احمد سعيد ايضا ظهرت كثافات مرورية اعلى طريق الاوتوستراد يعني زي ما هنشوف على الخريطة دلوقتي طريق الاوتوستراد القادم من حلوان الى المعادي والمقطم كذلك الامر ظهور كثافات مرورية للمتجه الى منطقة بين الجبلين وصولا الى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقلة التقيل وكثافات مرورية للمتجه الى شارع عباس العقاد وحيث ظهرت ايضا كثافات اعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه الى الاقاليم كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي دي المحاسبات والاحصار ايضا كورنيش النيل من المعادي وصولا الى مناطق وسط البلد ومن اثر النبي حتى يعني اثر العين وامام وزارة الخارجية ظهر بعض الكثافات المرورية زي ما هنتابع مع حضراتكم ده كورنيش النيل واثناء دخول الموظفين وبعض الكثافات بشارع رامسيس وصولا الى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وايضا اماكن غلق الاشارات بالميادين منها ميدان التحرير ورقصي وربع العدوة ايضا تبطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغاني ومصر الجديد كذلك الامر امام القادم من صلاح سالم لنفق الازهر حيث شهدت منطقة الازهر والجمالية كتفات مرورية وظهر تبطأ في حركة السيارات اعلى كبرى 15 مايو وذلك في الاتجاهين للقادم من وسط البلد وحتى اتجاه المهندسين ايضا طريق الدائري شهد كثافات مرورية كبيرة جدا زي ما هنتابع مع حضراتكو بنازلة شارع البحر الاعظم وصولا الى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تحديدا شهد تباطؤ في حركة السيارات وبعض الكثافات اعلى دائرية المريطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الهيزة وبطريق فيوم الصحراوي طبعا هذه الكثافات منتدة حتى حداق الاهرام وصولا الى ميدان الرمي يعني دي كانت ابرز الاماكن المزدحمة منذ صباح يوم الاحد ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيوني يوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة